اشتركوا في القناة في البداية برئيسة قسم الأمومة والطفولة في مدرية صحة طول كرم الأخت ياسمين الخاروف أهلا وسهلا فيك أهلا فيك كيف حالك الله يساعدك إخواني العزاء يلعب التمريض دورا مركزيا في تحسين الحالة الصحية للمواطنين لا من خلال حجمه الأكبر لأكبر فئة من الفريق الصحي بل لكونه العامل الأكثر حسما لجودة العناية المقدمة ونوعيتها ولكونه يتحكم في معظم موارد الجهاز الصحي هو الفئة المتوفرة طوال الوقت للمريض وللمؤسسة على مدار الساعة إن ما يميز هذه المهنة عن غيرها من المهن هو تفاعلها مع استجابات الإنسان لحالته الصحية بشكل شمولي بحيث يشمل الجوانب الجسمية والنفسية والروحية والاجتماعية كما ذكرت أن وحدة الأمومة والطفولة هي الأكثر كثافة على نطاق مراكز الرعاية الصحية مرة أخرى أهلا وسهلا بك سنتحدث اليوم عن حديثي الولادة أتمنى أن نأخذ ويأخذ المشاهدين الموضوع بجدية لأنه حساس بنظري وبنظر جميع زملائي وأنت كفق ما شاء الله عنك في هذا العمل تفضلي أختي ياسمين يعطيكم العافية اسمح لدكتور باسم أول شيء أتوجه بالشكر لدكتور عبد الفتاح الدرك اللي بدعم مسير التوعوية في الوطن وشكر خاصة لدكتور باسم اللي بعد ما تقاعد استمر في عطاءه اللي ما بينتهي وإن شاء الله أنه ما بينتهي وأصر أنه يبقى على العهد ويعطيه قدر الإمكان عشان هو ما يقطع كمان دوره اللي بيقدمه في المجتمع بده فيه وإن شاء الله أنه بيكمل فيه بالتوفيق مبارك الله فيك يا أختي أنت أهل في هذا بدي أشد على موضوع كمان موضوع الرعاية الصحية الأولية وكمان رعاية الحوامل والأطفال لا شك أنه موضوع مهم وأساسي لأنه بينطلق المجتمع أصلا من الأسرة السليمة والأسرة السليمة بتبدأ من طفل إلى أن يموت وبنتمنى الصحة والعافية ودوامها لجميع المستمعين والمشاهدين وجميع شعبنا الفلسطيني بدي أحكي أول إش عن الطفل العناية بالطفل حديث الولادة حديث الولادة هو يعتبر من أول ساعة الولادة لحد 28 يوم هو حديث ولادة يعني إحنا بنحاول قدر الإمكان نوعي الأمهات والمحيط لأنه جزء لا يتجزأ من الأم والطفل المحيط اللي حولها وبنتمنى يكون جهة داعمة ومساعدة للأم لأنه بدون مساعدتهم ودعمهم ما بتقدر الأم تعطي بالشكل اللي لازم تكون فيه يعني إحنا أول ما تولد ست هي بتكون من عمر 37 أسبوع لأربعين أسبوع هي بتكون هيك مكملة حمل كامل وبتوضع طفل سليم بنتمنى للجميع الصحة والسلامة هذا الطفل بدي يكون وزنه طبيعي من 2.5 كيلو لأربعة كيلو هذا الوزن المثالي إحنا عنا ما دون ذلك هو طفل وزن قليل وبعد الأربعة كيلو بصير وزن إحنا بنحكي له يعني طفل كبير بالوزن طفل كبير بالوزن من نسبة لعمره أمهات بنحب الركز للأمهات دايما في البداية إنه يتوجهوا قبل ما يروحوا يولد وطبعا المعظم بتابع عنا في مراكزنا الصحية وعنا رزمة خدمات مكثفة لرعاية الأم والطفل لاهتمامنا وإيماننا الكبير إنه الأم تستحق والطفل يستحق هذه مركز رأي يهتم في الأم أول ما تحمل؟ من قبل ما تحمل من قبل ما تحمل إحنا بتزورنا الست ممكن قبل ما تحمل إذا هي زايرتنا لأي سبب ما وفهمنا أو أعطتنا معلومة إنها هي بتبحث عن حمل أو بتخطط لحمل بنبدأ من هون نعطيها حامض الفليك اللي هو بيمنع تشوهات الجنين بتبدأ معنا من هون وبتسجل عنا في مراكزنا بمجرد ما طلع إنه هي حامل بنتبع معاها حسب زيارات من جدول لعننا إحنا حسب بروتوكولات وزارة الصحة وشو اللي بنرتقي مناسب لحاجة الست والحمل اللي هي بتمر فيه أغتي ياسمين عفهم بالمقطع أنا بعرف إنه الكوادر اللي عنا في مدرية الصحة مؤهلة وقدر الكفاءة لكن الكادر الموجود من ماذا يتكون؟ كادر الموجود الصحي الصحي اللي يتعامل مع الأم والطفل إحنا عنا في الحمد لله رب العالمين كوزارة صحة وشعب تحت احتلال يعني إحنا مهيئين تقريبا جميع الظروف اللي بتعناها بالأم والطفل كادر صحي مكون من طبيب ممرضة قابلة إن وجد مختبر إذا في موجود طبعا معظم المراكز فيها أخصائي نساء ولادة أخصائي أطفال أخصائي نفسيين مثقفين صحيين وبدأ أنوه كمان لشغلة سألتني أنه أنتوا بتعتنوا يعني قبل الحمل أو في الحمل بتعتنوا وحتى بنعتني فيها كديش بتهم نصحة الأم بنعتني فيها وهي خاطبة بمجرد ما تعمل فحص التلسيمية إحنا بنخضعهم لاحتياجاتهم اللي بتحتاجوها مستقبلا فيما لو صار بيبي لو صار حمل ضمن رزمة خدمات في إعداد الأزواج الشابة بيكون أحد مواضيعنا الحمل والولادة والتعامل معها ممتاز ممكن ندخل في لب الموضوع أنه انتهت فترة الحمل ووضعت الأم هذا المولود الكامل لعمره الحملة ممكن تعطينا النبضة عن مواصفات الطفل حديث الولادي المولود صحيح الطفل اللي مولود صحيح هو طفل حكيت وزنه من اثنين ونص لأربعة كيلو الطفل أول ما ينولد ممكن الإم تستغرب خصوصا البكرية أو غير البكرية ممكن يكون طفل غير عن أولادها السابق يكون كل طفل له خصوصية ممكن يكون إذا كانت الولادة طويل وقتها أو بملاقط أو وسائل مساعدة أو شفط ووسائل مساعدة يكون الراس كبير هو الراس كبير قياسا لجسم الطفل بالوضع الطبيعي مع عملية الولادي ممكن يطلع طويل بالطول أو طالع له زي كرن على جنيب يعني زي طالع له إشي منتفخ أي وضع حبورة نتيجة الشفط أو العملية الولادي لأنه سبحان الله عظام الطفل ما بتكون متماسكة خلال عملية الولادي بتركب فوق بعضها عشان تتيح للراس إنه ينزل بسهولة وبترجع لوضعها الطبيعي بعد الولادي هلا لما ينزل الطفل مواصفات راسه بيكون كبير قياسا لحجم جسمه بيكون عنده يافوخ أمامي وهو واسع نوعا ما إلى حد ما ويافوخ خلفي أصغر نوعا ما من اليافوخ هاي طبقة لساتها طرية جدا ولازم نتعامل مع راس الطفل بحذر بحذر بيكون بطنه شوي منتفخ يعني ممكن هالإم تكون له شيكا ابني لا هو طفل طبيعي ممكن إنه الطفل يكون عنده الثدي منتفخ وممكن ينزل بعض السوائل أو الحليب ما نحاول نعصره ولا بأي شكل ولا تحت أيضا نتركه لطبيعته هو هرمونات عادية بيمتصها الجسم مع الوقت ممكن تكون الأعضاء التناسلية منتفخة أو كمان فيه إفرازات منها ما حدا يخاف من هاي الإفرازات حابين تطمنوا في ناس ممكن يقولوا لا بدي أطمن يعني قدر الإمكان نستشير الكادر الصحي أفضل من نستشير مع احترامي للجميع بس الأصل نستشير كادر صحي مع العلم إنه طبيعي من أجل الإطمئنان إذا حابين يطمئنه بزيادة بيكون إجراء يعني أطرافه السفلة صغيرة قياسة لجسمه ممكن يلفت نظر الأم وكثير منتعرض له سؤال إنه ابني بظلهم إيدي وجري باردين آه طبعا النهايات الأعصاب لسه مش مكتملة مزبوط فبتكون باردي بتكون مدفيته منيح الأم وبتجي بتقول أنا مدفي بس بظل بارد بظل تحط عليه حرامات يعني إحنا بننوه وبننبه الأمهات جميعا إنه الجهاز العصبي نهايات الأعصاب مش مكتملة بيكون دافي ما تكتمل نهايات الأعصاب طب في أمهات بولدنا أطفال بيكون عليهم زي طبقة دهنية جلدهم متجاعد فيه كشور فيه شعر إيش هذا؟ هلأ الطفل يعني إحنا دايما بنحب الطفل إذا أجت الطبقة الدهنية البيضة اللي عليه ياريت ما نحممه الأمهات ما بحبوا يحملوه هو بهذا الشكل فهم بطلبوا تلقائيا إنه حمموه خلينا أحمله نضيف هاي طبقة عازلة حتى بتعمل وقاية للجلد على المدى البعيد ومع الوقت بيمتصها الجسم إحنا بنفضل ما يتحمم تبكى عليه عشان يستفيد منها الجسم لأنها بتعطيه حماية وقاية بزوء فيه شعر بيكلوله شعر الناس بيحكوله شعر الزغب أو الزغب بيكون عجبينه على وجهه على كتافه في أطفال بيكون كثيف جدا لدرجة أنه بزعج الآيل يعني طبيعي بسقط مع الوقت ممكن يكون حبوب يعني بثور على الوجه في الشعر كمان الشعر بيكون طبقة زي الكشرة فيه ناس بيصيروا بدهم ما نقحطها ولا نعمل فيها إشي ممكن نداهنها شوية بزيت وبتصير مع الوقت مع الوقت والخمان تنزل لحالها وأبدا ما في هاي أمور طبيعية بيمر فيها الطفل في مرحلة حياته الأولى أنا لاحظت في حالات في أكان أمهات هاي الكشرة الراس يدهنوها يكحطوها ويجون حالات أطفال يعني مريعين جدا طبعا لدرجة ديروا بالكم إخواننا المشاهدين هاي الطبقة الطبيعية بتزول لحالها واستشيروا الأطباء واستشيروا التمريض اللي فيه أقرب مركز صحي لكم بالنسبة لكثير من أطفال بولده عينيهم حول شو هده الحوال؟ يعني هو حوال طبيعي هو مش حوال لا يعني ممكن ما نسمي حوال هو بتكون العضلات اللي ماسك البقب المسؤولة عن التوازن في حركة العين ممكن تكون شوية مش مكتملة لحين اكتمالها بيتضح الأهل بيقولوا لا ابني أحول لا هو فعليا مش أحول هو الطفل بيكون عنده ارتخاء شوية في العضلات لحد ما يمر في مرحلة 28 يوم إلى شهر بيكتمل لنموها العضلات وبتضح الرؤية أو بيثبت البقب عندها الطفل وبصير أموره مع مشقة الله تمام طيب بالنسبة لتنفسه في حركة تنفسهم بتكون قوية جدا وبتنفسه من بطنهم أكثر من صدرهم بالضبط الأطفال هم بالعادي 40 إلى 60 هم بتنفسهم طبعا إحنا ما بدناش الام تقيس تقليطاعد ما بدنا الام تعد سبحان الله هي بتتعود على نمط تنفس ابنها هو بتنفس البطن اللي بتحرك بالعادي عند الطفل مش زينا إحنا الكبار أو البالغين أهم إشي أنه يكون نفسه منتظم ما بنتعش هاي النتعة إنه ما في نتعة طول ما هو بتنفس سريع غير عنه إحنا من 16 إلى 20 البالغين تخيل كديش الفرق عند الأطفال وكديش إحنا البالغين فرق بين تنفسنا وتنفس الأطفال فإحنا ما بدنا نخوف الام هو نفسه سريع بتجي بتقول أنا بس مع دقات قلبه سريعة طبيعي هو دقات قلبه برضو أسرع منها بيشتغل أكثر من البالغين فهاي أمور طبيعية مع ذلك ما بنلغي إذا الام حاب تطمن على أقرب مركز صحي والحمد لله إحنا مراكزنا متوزعة في كل المناطق في كل قرية في عندنا مراكز صحية متواجد بكوادرها بكوادرها الكاملة طيب في سؤال آخر خطر على بالي هسا في كثير أول ما يروح الطفل من المستشفى باخد بالبكاء ساعات طويلة وأيام طويلة هل هذا طبيعي في نساء كثير برفض الطفل أو بيخافه بدونهم يرقدوا فيه على طبيعه بسبب بكاءه المتواصل شو قسط البكاء هذا قسط البكاء الأمعاء بتكون أول ما ينولد الطفل فيه غازات لأنه ما بتحرك كان فيه موجود في الجهاز الهضمي عنده أول ما يتبرز الطفل بتبرز براز لونه أسود هذا بيكون معبل الأمعاء مع غازات مع كله لحد ما يتخلص منها وينضف المجرى كلية وبيضل فيه غازات عند الطفل وهاي الغازات بهمنا كثير ذكرت نقطة لازم أحكيها للأمهات ياريت كل أمهاتنا يطلبوا أول ما يولدوا أبنائهم في غرفة الولادة تحضن ابنها عشان نقوّل رابطة العاطفية بين الأم وابنها وإدرار الحليب كمان بيصير كثير أفضل إحنا بنشجع الأم تطلب ابنها ما تخاف منه ممكن تخاف منه لأول واحدة بس فعلا بعزز الرابطة والعاطفة بين الطفل وإمه هلأ هذا الغازات ممكن إحنا نتغلب عليها أول إشي عند الرضاعة الطبيعية إن داشية لحد ما نسمع الصوت طبعا أنا كأم بدي رضعه من الجهة اليمين ربع ساعة بدأ الشي الجهة للشمال ربع ساعة بدأ الشي ما تقلكه إذا ظل نايم الطفل بس مجرد أفرق لذانه منخاره هو بصحى سبحان الله وبيكمل رضاع بس هو معدل نومه كبير بنخليه يرضعي براحته مجرد ما نام برد أنقشه كمان مرة هو بيكمل رضاعته في حركات زي البسكليت بنعملها للطفل في إجريع عشان يطلع الغازات زي كيف الإنسان البالغ بيطلع يمشي عشان يخفف من الغازات إحنا بنعمله هاي الحركة مساعدة إلو وبنعمله كمان مساجات وبنحرق له إجريع على بطنه زي البسكليت طيب نقول منطلع منساعده في تطلع الغازات اللي هي التدشاي قبل وبعد الرضاع طب شو قصة الحليب اللي بيطلع مع التدشاي مرات هل هذا مراجعة بيستدري أنه يراجع طبيب أطفال ولا كيف يعني بداية أنا حابة أحكي بنقطة أنه الرجاء من جميع الأمهات يقنعوا حالهم قبل ما يولدوا الرضاعة طبيعية الرضاعة طبيعية الرضاعة طبيعية يعني إذا بدت الأم برضاعة طبيعية هو أصلا أوتوماتيكلي بزيد إضرار الحليب يعني بشكل ممتاز ويكفي حاجة الطفل بتيجي ستة تحكي لنا لا هو ما بيشبع طب أنا بدي أشوف مؤشرات إنه ما بيشبع الطفل كيف تأكدت إنه ما بيشبع إذا بول تقريبا من ثمان مرات لعشر مرات في اليوم هو بلل فوتو إذن هو بوق السوائل وبيخرجها لأنه السائل اللي بديه يقضي زي أي إنسان عادي بديه يخرج السوائل من الطبيعي أن يبول هالعدد هذا طب البراز البراز من ثلاثة لأربع مرات بتبرز في بداية أول يوم يومين لثلاث أيام ماكسيما بيكون البراز لونه أسود بتحول للأخضر للبني للأصفر هلأ هادي إحنا بنحكي إنه هاي المعايير مش البكاء طبعا البكاء أحد المعايير بس البكاء لأنه في غازات عند الطفل ببكي مش معناه كل بكاء معناه إنه جعان لا المعيار إنه الطفل بيشبع من إمه إنه هو بيبول بتبرز فيه ستات بيجي يقوله طبما أنا لما أعطته الرضا عنام آه فعلا فيه نسبة سكريات عالية تعطيه طاقة هائلة والولد خلاص بتتعبى معدته بس هو فعلا بيشبع من إمه والكمية شو ما كانت بتكفيه مع المتابعة ومع الرضا عاليلي طب أحتي يا سمين في أول أيام حليب الأم نعرف إنه بده وقته يجيب يكون حليب القلبة هذا هل هذا كافي في أول يوم يوميا كافي وبعطيه مناعة من أحسن المناعة اللي بده يكتسبها في حياته يعني إذا أنا بدي أخسر إشي عن جد لازم أمنحه لابني في أيامه الأولى أحرمه أول ثلاث أيام رضا لأنه الكمية كد ما كانت قريلة حتى لو نقاط بتيجي ستة بتحكي نقاط النقاط هاي بتكفي حاجة الطفل لأنه فيها مواد دهنية فيها بروتينات فيها فيتامينات فيها سوائل بيجي تتات بيحكوا لا ما هو أنا فاقس لون الحليب عسكن هيك مش عارف زي المية آه بداية الحليب بتكون أول إشي مية بعدين بيصير أبيض ناصع بيكون فيه الفيتامينات والمعادن نهاية الرضعة عشان هيك بنشد على الأم ربع ساعة عشان يوخد الدهون اللي بتعطيه الطبقة الدهون اللي بدها تصير عنده بدنا تطور روح على الأم تحاول قدر الإمكان أي مشتتات تلفزيون جوال زائرين إنها تركز في رضاعة ابنها وبعدها تتفضل المحيط اللي حواليها طب اسمعنا فيه مقولة بيقول إنه الطفل حديث الولادة هو طبيب أمه برضاعته لأنها بتكون هي خارج من عملية ولادة متفتحة كل قويتها الدموية في عليها نزول دم في عندها مشاكل كيف يعني هاي المقولة؟ يعني الطفل إحنا إذا عليها هي بنزل الدم رضاعة الطفل من أمه بتخلي الرحم يتقلص ويتمدد بحيث إنه هو لازم يصير زي البرتقالة ماسك إذا صبناه بالضبط زي البرتقالة هو بيكون بنحسه قاسي الملمس عشان هيك الطفل كل ما رضاعة بتشعره بوجع ببطنها هذا الوجع بيصير لأنه الرحم بتقلص وبتمدد عشان يرجع لوضعه الطبيعي الأم بتحافظ على إنه ما يصير عندها مع مشيئة الله نزيف بتحافظ إنه مع الوقت مش يعني بعد شهر وزنها بصير كل شوي مع الرضاعة بصير يعني تستعيد عافيتها والرضاعة كمان رابطة كثير قوية بتريح نفسية السيت نفسها طيب هسا في أمور تتبع في مراكز الرعاية الصحية أو بعد الولادة ضروري في أمهات معتقداتها خاطئة مثل تطعيم الأم مهم للطفل برضو مثل ما مهم للأم باخدوا حكم أو تطعيمات مغينة ما بعد الولادة ممكن تعطينا صورة عن هاي مين اللي باخد الطفل؟ الطفل الطفل إحنا في عنا برنامج تطعيم موحد هي بداية في المستشفى ببدو أول ما تطلع الأم خروج بعطوها قلبة فيتامين أليفودال هذا ضروري لإمداد الطفل بطعم أول إشي طعم في المستشفى اللي هو لالتهاب الكبد أول طعم في حياة أول إبرة من غزة وفيتامين كاف إيش هو هذا؟ فيتامين كاف لمنع النزف لمن بعطوه؟ للأطفال إحنا مش موجود عنا هنا مش في السحة باخدوه في المستشفى هذا؟ باخدوه في المستشفى وباخدوه الطفل بداية أول طعم إليه هناك أنا بدي ذلك ذكرته أنه في معتقدات في ناس يعتقدوا أنه ما فيش ضروري يبرفضه لا ضروري جدا أخذ هذا عشان مثل ما تفضلت الأختي هاتمين أنه بمنع النزيف المستقبلي بالضر تفضلي هلا إحنا عنا فينا صار يمكن يسمعوا لليوتيوب لمواقع غير موثوقة أنه ممكن يسبب لنا مشاكل للطعم لا يعني هذا من معهد الصحة العام من منظمة الصحة العالمية وحسب توصيات كل العالم أنه الطعمات والدليل أنه بتنخفض نسبة الوفيات المراضة كل الأمور فهو إحنا بنوصل أم ثالث يوم من الولادة بعد تكون مرضعته منيح يعني مرضعته منيح رضاعة منها بنسحب له فحص كعب القدم اللي هو إحنا بنشوف إذا فيه تخلف أو قصور في الغد الدرقية بنكشف عنه وبنعطيه أول طعم اللي هو السل وبنستمر في طعماتنا معاه على الشهر شهرين أربعة ستة سنة سنة ونص لحين السنة ونص وبعدها بننتقل معاه كده إحنا بنمشي جنبا إلى جنب مع الطفل لحد ما يكبر في التطعمات كمان بنستمر معاه في المدارس بعد بيستمر يأخذ الفيتامين أليفودال أليفودال بيستمر يأخذه لحد عمري السنة لما يصير عمره ستة شهور بندخل عليه الحديد شراب الحديد بيصير يأخذ اثنين مع بعض فيتامين أليفودال لعمر سنة وحسب توسيط الطيب ممكن يكون فيه إشي ممكن يكون كل الطبيب يعني يكون له تحفظات عليه الحديد شراب الحديد من عمر ستة شهور بظلم عالة ثلاث سنوات وبنهيب بجميع الأمهات أنه يلتزموا بتعليمات وتوصيات الكوادر الصحية ومراجعة الرعاية لأنه إحنا عن جد ممكن الإمت يجي تقول أنا بعمل وزن محيط رأس طول الطفل وزنه بس بالنسبة إلينا هاي مؤشرات حقيقية ومبدئية وقاعدة بننطلق منها لا صمح الله الطفل أصيب في أي مشاكل في المراحل المتقدمة بساعدنا كثير في اكتشاف الخلال وكيف نتابعه وبنكون إحنا مع مشيط الله إن شاء الله ما بنشوف أول ناس بنكتشف وين في مشكلة عشان نقدر نساعد الأم وعندنا طبيب أطفال متخصص ممكن يقدر ونحول للجهات المختصة طيب بالنسبة للنصائح اللي بتعطوها كإرشاد إنه عرض ابنك لأشعة الشمس مدام باخد فيتامين دال وألف هل مهم تعرضوا لأشعة الشمس الصباقية ولا كيف؟ جدا مهم إحنا أصلا في دراسات بتحكي إنه إحنا مع إنه إحنا شعب في كلنا عنا ساحات وحدائق ومجال إنه نقعد في الشمس بس بعرفش ليش إحنا بنظلنا في البيوت يعني لازم لحد الساعة عشرة إحنا وولادنا اللي في مجال معاه يقعد بالشمس لأنه فيتامين دال اللي بناخده من الشمس لا يمكن أي مصدر ثاني فعوضنا إياه حتى لو كان فيتامين دال كمان ممتاز ممتاز طب بالنسبة للأمهات اللي بلحثوا حدثي الولادة أطعم أخرى تلحيس هل حاسة الذوق نامي عنده؟ حاسة الذوق عند الأطفال غير مكتملة بداية حتى ست شهور والطفل لحد ست شهور والطفل أصلا عنده الكبد ما بيقدر يهضم بوكل بلحث يعني أي إشي بتلحثوا يا في ناس بلحثوا عدس يعني بوكلوا الطفل بيستقبل هو بالنهاية طفل إذا أي إشي هو طبيعته سبحان الله بيظل يدور إذا حد حط أصبعه هون أو بيظل يدور الأم تتخيل إنه هو جعان معناها هو مش شبعان لا هو بيكون شبعان الطفل بس هي أصلا هو انعكاس طبيعي يعني الطفل اللي ما بيعمل هاي الحركات ممكن نكون نوقفنا هذا الموضوع لا ما بيعمل هذا الانعكاس الطبيعي اللي لازم نشوفه بلحك الإشي فبراعم التذوق مش مكتملة عنده لحد ست شهور إحنا بنبلش نعطيه تدريجه هو ما بيميز المذاقات الثانية بيميز المذاق الحلو فإحنا وبنهتم بطريقة معينة نعطيه الأغذية أول إشي بنعطيها مش مالحة بنعطيش الأشياء الحلوة في البداية أشياء مسلوقة كل يوم نوع معين لحد ما نتأكد إنه استوعبه أخذ جسمه على الإشي الجديد وما عنده حساسية منه عشان هيك لازم شوي شوي مش نعمل له كوكتيل من أول يوم مش نعمل له من الطبق من أخطاء شائعة مش والله أنا أمي وجارتي ماني أنا طعمات هاي لا حرام إحنا بنرعق الكبد عنده ما بقدر يستوعب يفرز هالأنزيمات الهاضمة اللي بده يقدر يستوعب لكل هالكميات بالنسبة للطفل طبعا حتى لو تلحيس طيب هل صحيح إنه الطفل بيشوف في أول أيام حياته؟ الطفل بيشوف أول أيام حياته تقريبا 45 سنة بعيد عنه بيشوف سبحان الله من حكمة ربنا إنه الهال السوداء اللي عند الأم داكن لونها يعني هو بعيد عنها بهذا تقريبا 45 سنة لما يبكى بحضنها وبيشوف وجه إمه بيشوف أبيضه أسود بعد ذلك بيصير يميز الألوان الوجوه هو بيحب كثير الوجوه خصوصا وجه إمه بتعود عليه والألوان اللي هو بيقريبة عليه أول إشي بيشوفه الطفل الحلمة والهال السوداء ووجه إمه ولما تكتمل الرؤية عنده يعني تقريبا بده أسبوعين عشر أيام بيصير هيك بيشوف مظبوط وبركز الرؤية في كثير منهم قالت بكله ضروري جدا النت طبعا ما خلقش اللي قالوا إنه ضروري جدا إنك تلون وتزوق غرفة الطفل بألوان مختلفة هل هذا مريح أو صحيح أو شو رأيك؟ يعني هو الطفل ما بيشوف في الأيام الأولى أصلا يعني يمكن الناس بيعملوها إرضاءا لذاتهم همي لأنه الطفل مش شايف اللي حواليه بيسمع أصواته وبس ما بيشوف هاي الأشياء اللي بنعملها إحنا يعني أنا باعتقادي إنه ممكن يكون همي إيه لهم همي حابين هاي الأمور بس الطفل لا بشعر فيها ولا بيعرفها ولا بميزها وكثير أصوات صاخبة حوالين الطفل في الأيام الأولى يعني نتجاوزها ممتاز جدا ممتاز جدا طب الطفل بتجاوب إذا عندنا طفل ما بتجاوب للأصوات هل منشك إنه في عنده مشكلة في السماء؟ يعني هو الطفل بيسمع في بطن أمه صوت مبضات القلب ممكن يسمع إذا بنسمع ناس بيحكوا إنه شغلنا قرآن هدى والدليل إنه أول ما يأذنه في ذانه بيحكوا إنه هدى بس هو بيسمع كمان إذا حركنا الطفل أو جينا إحنا عملنا صوت قريب منه بنكز بلحيث إنه يعملي هذا إنه بنكز بيعملي شكل السي هذا هيك فطبيعي آه طبعا لازم يكون يسمع إذا شكت الأم لأي سبب إنه الطفل ما بتجاوب ما بيسمع مش أسمع أنا بحكي عن الشهر الأول شهر الأول لا يعني بده يظل نايم مش راح لو تكون لو في حفلة في البيت بصحر مش راح يصحح الحفلة طبعا لا يدل هذا إنه بسمعش أبدا أبدا أنا بحكي إذا تقدم بعد شهرين ثلاثة آه بالسطط يعني بعد شهرين ثلاثة بده يصير بميز كل الأصوات وبعرف الأصوات وبميز صوت أمه بميز الأصوات وبصير يستجبلها بس هيك بدي نوه بعد الحديث الولادة كثير صدفت في مراكزنا الصحية بتيجي الأم بتقول ابني ما بسمع بهمش بدي أعرج على الموضوع لأنه لفت نظري الأم بتكون الطفل حامل الجوال يعني شفت سنة وست شهور بيحملوا الجوال أمه تنادي عليه هو مركز كل تركيزه وكل إشي حواسه مركزة في الجوال وللأسف شفتهم بحطوه حتى في العرباية الدراجة الشارع عشان يظل الطفل بس ملتفيه فبتيجي الأم بتقول أنا بدي أعمله تخطيط سمع لأنه بسمعش بنيجي ننادي على الطفل ست شهور أو أربع شهور بنلاعبه بيستجيب لنا حملتي وينت بتنادي عليه بتنادي عليه في عز تركيز ورجاء الجوالات نبعد عنها نبعد عنها أكيد نصيح على الجميع لأنه من مخاطرها والموجات اللي بتصدرها مؤثرة تأثير متأخر حتى لو لكن بظهر فيه لها تأثير سلبي طيب من بعض الأخطاء إنه الطفل إذا نام كثير حديث الولادة بحكي هل إن المفروض إتنا يموت صحية عشان يأكل إحنا زمان كانوا يقولوا النوم عافي آه هو النوم عافي بس مش أنا والله أنسى ابني طول الليل نايم في أطفال وزنهم كبير تحديدا هدول اللي فوق الأربع كيلو بنزل السكر عليهم الطفل ما بقدر بيعبرش إلا بالبكاء أصلا هو وممكنه هو نايم ينزل السكر عليه ما يعبر حتى بالبكاء فعشان يكون ممكن نخسر الطفل فلازم إحنا نصحي الطفل ونرضعه كل ساعتين أو حسب حاجة الطفل فيش إشي إجباري أو قيود أو حدود إنه ساعتين يعني ساعتين ساعتين لثلاث ساعات وممكن حسب حاجة الطفل إحنا نصحي إنه أنا أخليه والله نايم طول الليل يعني ثمان ساعات كثير لأنا هي دوب مياخذ كمية اللي لازم إله وهي سوائل صح فيها معادن وفيتامينات بس بسرعة بحاجة للنمو وهو في طور نمو سريع بحاجة لغذاء متواصل وبكميات عشان يقدر ينمو بهالشكل السريع ويواجه احتياجات النمو طيب في سؤال برضو توجه إلنا إنه في أول 24-48 ساعة عندي حديث ولادي لم يبلل الفوطة وباخد صدر أمه شو معنى هذا؟ يعني ممكن تكون الأم أول إشي مسكت وصدرها بطريقة مش صحيحة يعني هو ماسك الحلم لحالها مش مع الهالة هلا الحليب مش موجود في الحلمة الحليب موجود في الهالة اللي موجود فيها جيوب الحليب يعني إذا أنا مسكت طفلة وأنا خليته يمسك تم مفاتحه على الآخر في صوت إيقاع المص بطريقة منتظمة وشايفه ببلع وبطريقة منتظمة مش بسرعة كأنه هاي الأصوات والأم مرتاحة ممكن ما بتطور روحها كمان عليه في ستات بيقولوا أنا بزاك بسرعة بتفرفت روحي كدهش بده يوخذ الكمية يعني إذا أنا بديش أطور روحي وأعطيه الكمية اللازمة طبعا ما بده يبلل فوت تبطي عليه خطر هذا طبعا بدخل في مرحلة الجفاف اللي هي من أحد أهم أسباب الوفيات عنا في الأطفال حديثي الولادي والردع الجفاف يعني إذا ما بلل فوت طبعا الجفاف بالكلا بتبطل السوائل بتبطل تشتغل بصير عنده الطفل الكلا يعني ترهق لأنه فيش إش اللي تشتغل فيه الطفل إذا ما مسك منيح هي بتكون الأم يا حرام هي بدون قصد إنه ما أنا بردعه بحطه آه بس ممكن أنت مش معططيه أو مش ماسكتيه بالطريقة الصحيحة اللي يرضع الكمية ويضغط على جيوب الحليب ويطلع الحليب أو الفترة كثير قصيرة إنها تعطيه السوائل ومواد الغذائية اللازمة إذن نساءنا الأمهات الأطفال حديثي الولادة ديروا بالكم من هاي النقطة مهمة جدا إذا ما بتعرفوا كيف تردعوا توجهوا لمركز الرعاية مراكز الرعاية متشرفة في كل المحافظة الكوادر اللي فيها متميزة وبتساعدكم كيف تردعها انتبهي لكل إفرازاته من ضمنها البول خلال أول 24 ساعة طيب صحة الأم خلال ما بعد الولادة يعني إذا أم صحيحة كليا لكن ما بعد الولادة شو لازم تعمل أم ملخص بتهمنا كثير الأم بعد الولادة تراجعنا في أول أسبوع لازم لازم يتراجعنا عشان إحنا بنيتتم بصحيتها لأنها يبدأ تكون دورها للأسرة ويبدأ تكون دورها لعضو جديد أو الطفل جديد على الأسرة لازم تهتم في غذائها تأخذ غذاء متوازن وبحيث يكون في طاقة لأنها يبدأ تبذل جهد بدأت تأخذ قصد كافة من الراحة السوائل لا نقصد بالسوائل التبوزينة والعصائر اللي فيها مواد حافظة إذا في مجال مية إحنا الحمد لله رب العالمين بأخذوا كل السوائل القرفة الكراوية الحل بهذه الأمور السوائل الطبيعية والمية وهالأيام في كل العصائر ممكن نستفيد منها الطبيعية ضروري ضروري تدير بالها نومها أكلها راحتها وبالناشد كل المجتمع أو الأهل والجهة الداعمة للأم تساعدها لأنا في هذه المرحلة في أشد الحاجة وأمس الحاجة لجهات داعمة إلها سواء نفسيا أو جسديا تأخذ قصد من الراحة بدي بس ألفة نظر الأمهاتنا إنه بيجوا بقولوا أنا طول الوقت هيكا مش شايفي إشي حلو مش مرتاحة أي إشي بحس لازم أضلني أبكي ما عنديش حل أقوم أرتب البيت هنا إحنا ضروري تحكي لنا ست إحنا بنلاحظها الحمد لله رب العالمين زي ما حكيت كوادرنا مؤهلة ومن زيارات الأم المتتابعة عنا في مراكزنا بعرفوا طبيعة كل ست وبمجرد دخولها بيسألوها ما لك متغير اليوم أو ليش اليوم مش مبسوطة فسبحان الله وتما تكلب تبدأ الست يا تبكي يا تحكي عشان هيك لازم زوجها يكون هو الأساس عمود الأساس الداعم الأساسي وأي شخص بترتاح له يساعدها ويدعمها ولازم تتوجه لمراكزنا ممكن نفيدها بإشي معلومة بأي نصيحة إلى جانب الداعمين في البيت اليوم موضع كل شباب وشابات اليوم بدخنوا بشربوا أرقيلة وبصهروا هل هذا بأثر على حديثي الولادة؟ طبعا زي ما بأثر إحنا عنا تدخين سلبي أنا كشخص بالك قاعد مع إنسان بدخن أنا متلقص سلبي يمكن أتدرر أكثر من اللي بدخن علي فما بالك إحنا في بيت مغلق في غرفة مغلقة يعني الحمد لله بشوف نسبة منيحة بتطلع بره صارت تستخدم البلكونة تطلع من الغرفة تنتبه بس في ناس لسه مش مقتنعين إنه إحنا هذا الطفل ممكن أثر على زيادة وزنه لأنه بصير الثاني أكسيد الكربوني معب الغرفة بأثر على زيادة وزنه على الأكسجين النقل اللي بأخذه فرجاء الأرقيلة الدخان أي إشي هاي الشغلات يحرص الأب إنه يطلع بره وإذا كمان بغير جو أول إشي وبغسل يعني ضروري الأب والأم يغسلوا منيح لما يحملوا إبنهم لأنه هاي سهل جدا أسهل طريقة وأسرع طريقة لانتقال العدوى للطفل الأب والأم والإخوة والمحيط لازم نغسل لما نحمله لما نتعامل معاه لما نغير له فوته لأنه في مرات إحنا عفواً بنحط إيدنا بتموا نلاعبه بنحط إيدنا مثلاً بنكون إحنا ممكن نحمل جراثيم بقبلوه من تموه بقبلوه من تموه وضعات التقبيل ياريت نبعد عنها في الأسابيع الأولى لأنه يبتنقل أمراض والأمراض للأسف بتكون ممكن يكون مناعة الطفل مش قوية كثير ونوقع في مشاكل إحنا في غناء عنها بالضبط لاحطي كثير عائلات يعني اللي حجزوا أبنائهم حدثين الولادي لمدة أربعين يوم وأبعدوا كل الكرايب من بعيد لبعيد طبعاً فيش جد ولا جدة بتمناش يشوف حفيده أكيد وبالذات إذا كان الأول لكن هذا مفيد لصحته مستقبلياً طيب ممكن قبل ما ننهي إنه في حمل بطول أكثر من أربعين أكثر من 37 و40 أسبوع شو مخاطره هاد مخاطره على حديثي الولادي مخاطره ممكن تكون مرهقة للأم ممكن إنه الخلاصة بيتبطل تشتغل بالشكل الصحيح المطلوب منها اللي هي بيتمده بالأكسوجين والغذاء فبالتالي بيصير قل ممكن تقل المي اللي حوالين الجنين بحيث إنه يتقشر جسمه وصير زي المكرمش ممكن كمان إنه لا سمح الله يموت ببطنها لأنه هالطفل اللي بطلت الخلاصة أو المشيمة تشتغل بالشكل الصحيح السائل اللي بتحرك فيه الجنين بطل يتحرك فيه الحركة مهمة كثير للجنين يعني من الله يعني هو بعد أربعين أسبوع بيبلش بس فيه ناس ممكن نعطيهم فترة حسب فحص الطبيب حسب فحص الطبيب ضروري ضروري لما تشوف إنها كملت أربعين أسبوع مباشرة تتوجه بنعملها إحنا في مراكزنا بنسمع دقات قلب الجنين من عشرة لأتناشر حركة لازم يتحرك الطفل في اليوم إذا خفت الحركة إذا هالطفل بطل يتحرك صارت تشعر الأم بأي أعراض منذرة لازم تتوجه لأقرب مركز صحي وضروري ضروري بعد انتهاء الحمل تتوجه مباشر للمركز عشان تشوف ممكن يعطوها مجال هم بس حسب المعطيات الموجودة عندهم الأفضل طب بالنسبة لأخيرا مريضة السكري شو المخاطرة على حديث الولادة على حديث الولادة تجيب لنا طفل حجمه كبير وممكن ينزل السكر عليه مباشرة عشان هيك هؤلاء الأطفال بنهتم كثير 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 برضاعتهم لأنه بنزل السكر ممكن إذا ارتفع السكر في الدم في بطن الأم ممكن يموت الطفل لا سمح الله في بطنها وما تشعر عشان هيك بدنا الأم اللي هي تشخص سكر حمل تتابع مزبوط تتبع الحمية معينة تتبع الإرشادات والتوصيات الصحية لأهميتها في هاي المرحلة من الحمل وما بعد الحمل أظن إن هيك كفينا ووفينا أخي ياسمين أعزائي المشاهدين أتمنى إنه غطينا أغلب المشاكل اللي ممكن تتعرضها الأم وحديث الولادة في هاي الحلقة نشكر إصغاءكم نشكر الأخت ياسمين رئيسة قسم الأمم والطفول في مديرية صحة طول كريم شكراً هاي المعلومات القيمة بتخيل لو قعدنا ساعات الموضوع واسع لكن شكراً إليك كثير الشكر لأنك تعاونت معنا وغطيتي بالفعل أنا محضر لكن مش مثلك أنت مألوفة ومعروفة بعطائك جزيل إمتناء المديرية صحة طول كريم اللي بتحفظ وبترعى هيك كوادر عزائي المشاهدين أستودعكم الله وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج ربض الخياء إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر